النهاردة يمكن الشق التربوي هيكون له وضوح أكتر إذا كنا نتكلم في حادثنا اللي فات عن المفهوم التغافل وإزاي تكون الحياة الأسرية مستقرة وبشكل سليم أكيد فيه عنصر ثالث في المعادلة الأبناء إزاي الأبناء ويكون فيه ثقة متبادلة بين الأب والأم والأبناء والعكس إزاي نتعامل وإزاي تكون الثقة دي مبنية بين الأطراف كلها في البيت والحياة تسير بالشكل السليم وبهدوء زي ما احنا بنقول ونكون بنطبق الصح زي ما احنا عايزينه لكن من غير مشحنات من غير غضب من غير أصوات عالية من غير حاجات ممكن تأثر على النفسية بشكل أو بأخر طبعا والمهم كمان يا هيبة أنه نزرع الثقة في الأبناء إزاي يثقوا في باباهم ومابتهم أنهما مصدر المعلومة الصحيح أنهما عمرهم ما هيوجهوهم غلط أنه طبعا قلبهم عليهم ده مهم جدا مهم أنه الأبناء يعرفوا أنه الأب والأم هم اللي هيدوهم المعلومة المزبوطة احنا بنخاف عليك احنا خايفين على مصلحتك أكتر من أي حد نقدر نحقق ده ازاي مع أولادنا ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضفتنا اللي منورانا فيه الستوديو دكتورة ريمون درقوف الاستشاري التربوي والصحة النفسية صباح الخير عليك يا دكتورة صواحي النور متشرفة أنا معيكم النهار يا أهلا بيك يا فاني أهلا بيك إزاي في البداية نزرع ثقة في أولادنا وبالتالي نجني ثمار هذه الثقة في المستقبل بحيث أنهم يثقوا في كلام حيث سؤال جميل قوي يعني مبسوطة جدا بالسؤال ده أول حاجة إحنا بننسى أن إحنا ناثق فيهم يعني إحنا مش بنفكر إحنا ناثق في أولادنا مش بناثق في مهاراتهم مش بناثق أن هما هيقدروا يعملوا الحاجة اللي هما عايزين يعملوها مش بناثق في أهدافهم كتير عايزين نربي أولادنا حسب أهدافنا إحنا مش حسب أهدافهم هما لسمن لهم الخطة مش بنساعدهم يكتشفوا الخطة بتاعتهم ومهاراتهم وأفكارهم وحياتهم مش يزاي فأهم حاجة أن إحنا ناثق فيهم مهم كمان أكون قدوة يعني كتير أوي المثل الشائع أكلم ابني عن الصدق وفجأة قوله قولي عمو أن أنا مش موجود فأنا أكون صادق ولو يعني إحنا أنا بشر وأخطأت قدامه مهم أن أنا أعتذر أقوله أنا متأسف ده ما كانش ينفع يحصل أنا بعتذر لك إن ده حصل ده ما ينفع شي إن إحنا نقدب بالشكل ده لا يليق ده ما يرضيش ربنا لأنني بعترف بإنسانيتي وبالتالي لما يكون قدوة بشكل حقيقي لابني هيثق فيه وبالتالي النقطة حلوة برضو هو بيثق في نفسه يعني ثقاتنا في أولادنا وثقاتهم فينا بيخليهم هما يثقوا في أنفسهم يعني ويثقوا في المهارات بتاعتك طيب إيه خط الفاصل بأنني أنا بخاف قوي على أولادي وأنني أنا ما يحسوش أنه هما يعني مخنوقين زي ما بيقولوك أشكرك يعني فهميكي جدا بصي فكرة أنه أنا يعني دايما أحترمه احترام الطفل في كل الأوقات وفي نفس الوقت حبيبي أنا بقوله أنا أنا خايفة عليك أنا قلقان عليك بوضح له مشاعري بوضح له خوفي وقلقي عليك وفكرة بقى أن أنا شوية يعني بنركز في حتة المهارات كتير أمهات بتبقى خايفة على أولادها قوي في أنهم يعملوا بعض الأمور خوفا عليهم خصوصا الأمهات مش الأباء يعني تحسين ربنا بيكمل الأب والأم الأب عنده جرأة شوية الأم بتبقى مرعوبة جدا على أولادها فأنا دايما بقول نديم مهارة نشوف هو تضرب على ده ولا لا تضرب مثلا ينزل لوحد ولا لا تضرب يجيب حاجة من تحت الواحد ولا لا فكرة التدريب كلما بدرب على حاجة وبتأكد أنه قادر يتضرب عليها بشكل صحيح خلاص أديله الثقة أنه هي قادر يعملها فاهماني ونقطة كمان مهمة في حتة الثقة أنه مهم أن أنا أحب إبني حاجة اسمها حب غير مشروط كتير بنحب أولادنا بس وهم حلوين يعني أنا بحبك وإنت سلوكك كويس أنا بحبك وإنت لصيف أنا بحبك وإنت ناجح أنا بحبك طول الوقت أشكرك أنا بحبك طول الوقت ممكن أكون مش بحب مش بحب السلوك الغلط أنا وإنت مع بعض ضد السلوك الغلط لكن أنا مش ضدك أنا إيدي في إيدك كده لحد ما نشوف السلوك ده نشتغل عليه إزاي يعني الكلمة بتفرق لما أقوله أنت غلط أو التصرف اللي أنت عملته ده اللي غلط أشكرك بالضبط تفرق جدا أصلاً ما أقوله أنت غلط بديك صورة ذاتية عن نفسك بما هو اللي عمل التصرف بالضبط تمام لازم أفرق بقى خلي طفلي يفرق ما بين كيانه ما بين شخصيته وما بين سلوكه ودي حاجة حالي وبس إحنا هزينا نفرق يا دكتورة وإحنا بنتكلم بين الفئة العمرية آه لأن برضو الطفل حاجة من كام لكام هيبقى طفل وسن المراقق وهو برضو مفروض يعني قانوناً بيعد طفل حقاً لواحد وعشرين سنة حقيقي بس النفسية مختلفة صحيح صحيح والتغيرات الجسمانية والفيسيولوجية كل ده بيأثر على الرأي وعلى التصرفاته بيحسوا من نفسهم أنه فيه ثقة وبالتالي ممكن الثقة دي تتحول لاندفاع ويبقى فيه مشكلة أشكرك بس يا هو الأهداف واحدة يعني لما بنقول احترام الطفل لما بنقول أكون قدوة لما بقول حب غير مشروط لما بقول أخلي طفل ده دايماً بيقدر يعمل مسئوليات وبيقدر يعمل مهارات الأهداف واحدة بس زي محضرتك قلت يا بقى حسب السن يعني الطفل الصغير خالص ده اللي لسه شهور ده بياخد ثقته برضو من ماما وبابا ازاي من خلال التواصل من خلال تلبيت احتياجاته الأساسية من خلال لما أحزن أحسن ماما جنبي بتطب علي كبر شوية بتداي تعلم ماشي بتداي يخش حضانة ماما اتطفق بيه بشكل معين تديني مهارات بشكل معين دخل بقى مرحلة المراهقة اللي ذكرتها دي يبقى أنا بصحبه بقى يبقى صديقي أنا بتواصل معاك باخد وبدي فيه تواصل وفيه حوار وفي الحوار والتواصل بتاعي باخد بالي من كلماتي لأنه كتير قوي بنقول على المراهقة ده عامل زي القصبة المرضودة يعني على شعرة كده فأي كلمة صغيرة بتأثر عليه تأثير صعب جدا فخلي بالي من كل كلمة بقولها خصوصا في النقطة اللي ذكرها أنه حضرتك قلت أخلي بالي أنه مشين أنت مش غلط السلوك اللي احنا بنعمله غلط يلا نشتغل عليه لكن أنت كويس أنا واثق فيك أنت دايما بتفكر بشكل صح أنا واثقة في حكمتك أنا واثقة في قدرات بتكبريهم بالزبط كده بكبرهم وبصدقهم ودي مفتاح المراهق أنه أنا بصدقك أنا قريب منك ودي يدي ثقة لبابا وماما خصوصا بقى لو عملنا إيه لو سمعناهم أكتر من التكلم احنا بنحب نتكلم كتير وفاكرين أنه الكلام الكتير هيجيب نتيجة الحقيقة حتى الأطفال بنام لاجتماعات كتير أو في البيت نعم بنام لاجتماعات كتير في البيت حقيقي بجد ونبقى عايزين من الخوف برد وانا المدير حقيقي اللي هو الخوف كله أنا لا سأقوله أنا قاعد على الصفرة وانا المدير وهتكلم أنا لا هتكلم معه وتسمعوني أيها بالزرع إحنا يعني الإعلامي الراحل مفيت هو وذي كان لي كلمة جميلة كده تقول الإنصط محرد على البوح فأنا لما أسمعك بشكل جيد وأسمعك بجد أسمعك بحواسي أفهمك ده حتى بيقول بالذات المراهق لما أسمعك وبعدا أعيد صياغة كلامك بشكل مختلف ده أنا بساعدك تحلي مشاكلك بنفسك مش جاي أقولك الحل كتير بنفكر في الحل يعني مثلا بسمع حضرتك أفكر في الحل لا المراهق مش عايز كده الطفل مش عايز كده المراهق أو الطفل عايز أسمعك وبالتالي أعيد صياغة كلامك أنت فعلا حاسس بكذا وكذا ومرت بكذا وكذا أنا فعلا حاسها بك قد إيه موقف صعب تحب نهدى شوية ونفكر في حل أو أنك تقولي له أنك مريتي في يوم من الآن بنفس الرافو عليك إحساس الإبني ده أنه أنا أنا مريت أنا مش جاي من كوكب آخر كوكب الناس الحلو أنا بص وأنا في وقتك ده كنت معمش الكلام ده خالص أنا عمري المثالية أشكرك صحيح والمثالية دي من أكتر الحاجات اللي بتخلي ولادنا يفقد الثقة فينا متخيلة؟ لأنه دايما حاسس بابا وماما دول كوكب جاي مش بشر زينا لأ أنا حاجة وهم حاجة لأ حبيبي أنا ممكن أكون وأنا أدت وقعت في الغلط ده أو أنا مريت بالصعوبة دي طب بص أنا تصرفت كده أكيد ممكن يكون ليك فكرة مختلفة في التصرف كنت بقى خليه صدقني ويثق فيي ويثق أن أنا بختره الصح وأن أنا فعلا مريت بالتجربة دي أنه أكون حقيقي لأنه ممكن آه لأولادهم ما أعزم مثلا عن موضوع معين أو ينصحهم بحاجة معين لازم يكون فعلا مريت أكون حقيقي يعني أنا في أحد الأطفال اللي كنت بشتغل معيها في كورس الثقة بالنفس فالمهم الطفل ده بأتكلم معي هو بيحكي هو ده مراهق فبيحكي لنا موقف في جلسة كده أنه كان بابا دايما مفهمه أنه جايب أعلى الدرجات في كل المراهق ومشعفقية وجدته طلعت الشهادات هو حبيب اللي اكتشف هو بقى لما كبر هو فعلا شاف بيروق مع ماما البيت بيساعدها هو فعلا يعني القصة اللي بسمعها لا أنا شفتها حقيقي شفت الطفل فتح جميلة أوي درجاتك يا باب بصراحة كانت فضيع يعني طب ليه ما بنكونش حقيقيين ليه ما بنكونش صدقين الصدق بيصن جدا طبعا خلاص وهو عمره ما هيصدقوا بعد كده وعمره ما هيسمع كلامه بعد كده إنسانيتنا لما بنعترف بيها بجد اللي ولادنا قد إيه بيصدقونا وبيكونوا وثقين فينا أنا لو قعت هقوم يعني مش الأزمة مش أزمة وطريقة المعالجة للمواقف لو الخطأ وقع لو الخطأ وقع نعمل إيه بوسي أول حاجة فكرة أنه أنا بحبك اتطمن أن أنا بحبك اتطمن أن أنا وقف جنبك أنا في ظهرك أنا بسندك بس أكيد أنت عارف أن أنا ضد الغلط أكيد أنت عارف أن أنا ضد السلوك ده تعالوا نفكر هنحل ده زي طب ليه عملنا ده طب إحنا كنا متفقين قبل كده إنه لو ده حصل ممكن يحصل إيه توابع لي وكأننا بنتناقش مع بعض مش فكرة عقابه وقهره فكرة أنه أنا بتناقش معاك إزاي أنت هتعالج نفسك بصي هدفنا الطفل في الآخر مش مستني حد لما يكبر زي أنا كده ما فيش حد بيجي يقول لنا فيه مشكلة كبيرة أكيد يا محمد برضو العصر أنا مش المصدر الوحيد ولا عمري هكون المصدر الوحيد واختيار الأصدقاء وإزاي إن هو يجيلي أنا ما ياخدش أراء ممكن صديق كويس جدا بس الخبرات بتبقى أقل فبالتالي الصورة عند صديق أو صديقة ما بتبقاش برضو بالشكل الكامل اللي هو يدي النصيحة المصبوط عشان كده بحب جدا سياسة كده اسمها المناعة وليست المنع إيه الفرق ما بين المناعة والمنع لما أنا أتحور مع الطفل منه هو صغير أتناقش معي أجيب له المعلومة الصحيحة بس على قد سنه أفهمه المصدر إيه المصدر مش دايماً النت فيه كتب ممكن نرجع لها فيه ناس خبيرة ممكن نرجع لها فالطفل ده عنده المناعة يجي بقى صديقه يقوله معلومة غلط يجي صديقه يرميله كلمة مش مقبولة هو عنده مناعة اللي هو الرفض الكلام ده أنا مش وثق فيه يرجع لمين بقى اللي كانت بتنصحه إنه هو صغير بابا وماما أنا وثق فيه حتى لو مش هتقولي المعلومة على الأقل هتقولي هجيبها منين هجيب المصدر منين ده نتيجة لعشرة بقى تواصل وحور منه هو صغير في بعض الناس بيقولوا المتخصين يعني بيقولوا إنه الأولاد لما بيجبروا حتى لو كانوا رفضين دلوقتي المصيحة من باباهم ومامتهم لكن بيفضلوا فكرين الكلام ده فلما بيجبروا بيعملوا به صحيح وهم صغيرين كمان صدقني يعني الأطفال الصغيرة لما بتيجي مثلا قعد نعمل معهم جلسات أو ورش يعودوا يقولوا نصايح لبعض لما بلغها لبابا وماما يقولي مستحيل زي اللي احنا قلنا لهم وعترضوا عليه أشكرك اللي هو ابني بيقول كده انت بجد تتكلمي جد طب ليه يعمل كده يعني ليه يعمل كده مع بابا ومامته وهو بيتصرف نفس التصرف اللي هم عايزين طب ما يريحهم وإقولهم أنا أعملوك وإنتوا عايزين دي حاجة فعليما النفس هو عايز يظهر شخصيته أنا موجود أنا موجود على فكرة هو بيقتنع من جواه بس هو مين ايه هو المعمل اللي هيكون عندي فيه شخصية البيت بابا وماما ويبان في التصرفات بره بقى في ميدان التصرف بقى يباني يقول نصايح ماما يعني مثلا تلاقيه بيتكلمه على الأكل الصحي انت انت بتاكل الأكل انت بتسمع كلام الأكل الصحي ويقوله ايه هي مميزات الأكل الصحي ولازم نأكل الأكل الصحي وموة ايه يعني تعبت معي فهو بيعمل ايه لأ هو مقتنع من جواه بس بيعمل شخصية عشان كده دايما بنقول لأ بتاعت الطفل مفهاش مشكلة يعني يقولها بس باحترام لما احترم شخصيته ما قولوش بابا وماما ما يتقلهمش لأ لأ عادي يتقلهم لأ بس حبيبي بنكلم باحترام ارفض بس باحترام لما علموك كيفية دي لأ أنا هساعدك تبني شخصيتك هساعدك تكون واثق في نفسك هساعدك تعلن عن رأيك وبالتالي وقت ما تبقى مقتنع بي أو بكلامي هتقولها بكل جرأة خلاص مش عايز تزرس على شخصيتك وتقول لي لأ وخلاص تمام طيب أنا لقيته مثلا وهو في سن المراهقة عشان ده السن الصعب شوك في التعامل جدا لقيته مثلا بيثب في صحابه أكتر من بابا ومامته وبابا ومامته شايفين أن صحابه دول مش كويسين أخلاقهم مش كويسة أتعامل إزاي بص يعني هقولك بس بكل صراحة ليه المراهقة ممكن يختار أصحاب غير يعني عندهم مشاكل كتير بتكون النتيجة في الأول في البيت يعني الطفل اللي متربي إلى حد ما بشكل كويس اختياره بيكون كويس لكن لما بيكون الطفل بيدور على شابه آه لا مش عادة شابه أعرفة لما يكون البيت مدايقني قوي عايز يخرب عايز يكسر القيود اللي في البيت دي ويطبع حاسس أن ده أنا مش شابعين أشكرك وعايز مش شابعين مش شابعين حب مش شابعين انتماء تخيالي بقى لو بتضرب كتير بيتزعقلي كتير بتكسر كتير في البيت بيجي لي إحساس أنا بقى مش أنا وحش أنا وحش يعني فأمر فكرة الزقوة فلو ده حصل تعالوا نشوف البداية إيه يعني دايما بنتكلم عن جبل التلج الجزء اللي تحت أكبر من الجزء اللي فوق الجزء اللي فوق ده السلوك اللي ظاهر قدامي تيجي نشوف العمق تيجي نشوف العمق وفيش محابة تلاقي فيه مشاكل نفسي آه دي لو ملينها بشكل صح وقوة وتواصل وحوار واحتواء ما فيش حل تاني تيجي يعني مش عارفة لسه بشوف أفكار لا أنا هقيره لا أنا هحبسه لا مش عارفة إيه طب ما أنا هجيب نتاج عكسية طب ما أنا هيخرج من السجن ده ممكن يعمل أفعال أصعب بكتير مش هو ده الحل يعني إحنا لو ده الحل كنا لقينا ناس أسوية بالشكل ده لكن مش ده الحل فمو الحل إنه أنا أتواصل أحتوي أحب ودائما بحب أقول الأباء والأمهات ملحوقة لو غلتنا قبل كده عمي نفسي يقول ملحوقة وده كمان بيخلينا نتفادى مفهوم الكذب آه إنه هو مش خايف فبيجي يقول أنا حصل كذا فبيتم التوجيه بشكل بشكل كويس فيه هدوء شوية في الثلاؤل وبلاش فكرة القاضي عليه فبالتاني ما يبقاش فيه كذب علشان هو خايف من العقاب حقيقي وبلاش أكون قاضي على طفلي اللي هو فكرة أنت عملت كذا أنت ما عملتش كذا أنت هتروح مش عارفة فين أنت هتعمل إيه أنا عارفة أن أنت عملت كده بلاش الفكرة دي بكل بساطة حبيبي أنا عارفة أن أنت عملت واحد اتنين تلاتة وبالتالي تعالي أنحل المشكلة دي مع بعض وما فيش داعي يبقى تكررتين وما فيش داعي بشكل بسيط كده ده هيفرق جداً معي إحنا بنشكر حضرتك شكر كبير وطبعا الحديث أكيد بيطول وكل واحد في زهنه كده بيتعامل زي مع أولاده وممكن يعدل إزاي التعامل ده لو فيه أي نوع من الخلل شوية أنا بشكرك دكتورة ريموندا رقوف الاستشاري التربوي والصحة النفسية شكراً جزيلاً شكراً لكم